يأتي الشوط الثاني ليشهد اكتساح أهلاوي جارف يخليك تحس إن المسألة جاية جاية ويخليك تحس معلشي القلقاء بيتساء لأنه مفيش ضمان يقولك إن انت في ديها تسعين أو واحد تسعين لازم تجيب جهد لكن كل ما تضيع فرصة تقول الله هو مش يمنى ولا إيه هو مش يمنى ولا إيه وإيه اليوم ده وتبتدي تحسب الحزبة معقولة بعد مخسرنا السوبر مصري بالطريقة دي بتفوق وهزيمة في الضربات الترجيح هنخسر برضو البطولة بالشكل ده على عكس المطاقة تبتدي المخاوف تزيد أكتر وأكتر في إيه بقى المخاوف ضربات الحز اللي انت متخلية عنك شوية التوفيق فيها بقى لا فطرة بس أنا عايز أنت بتقول لي رأيك إيه في المباراة عايز لخص عبقرية الأهلي شوف مشهد الجوني الأخير لا ينافس جوني الصفاقسي بتاع بوتريكا اللي هذا الهدف ليه الكرة تنقلت إلى علي معلول أدي واحد علي معلول المهارة بتاعة السلية في الباصة اللي هي بالقدم المعكوسة دي اللي هو معتبرينها أفضل تمريرة مساعدة هذا العام أنا عايزة تشوف علي معلوله وبيلطش الكرة بشماله برجله عشان تلف من كل اللعبة وتتاجه إلى رأس محمد شريف يعمل إيه محمد شريف يلعبها وانتو بالرأس مع مين مع أفشا ديله الكرة بالهد أفشا ردهاله بالهد ورا الديفنس ياخدها محمد شريف شخصية الأهل وشخصية لعبته بقى كان يستطيع أنه هو يعمل كده ويلعبها بي مينه ولكنه فكرني بالجون اللي جابه مع المنتخب من ناحية الشمال لما أداها لأحمد رفع هاوش وراح كسره ووصل للخط عمل نفس الشيء هاوش وخرج على برة وراح لعبها فور ما سنحت له الفرصة متقرة جدا قابلها أفشا البخت السيء الكرة دي عادة جون لأن الكرة بتباغت الجون صدها الجون الجون بتاعهم كان أكتر من هاي في هذه الممارات تمشي بالعرض تروح لعمك بيرسي تاو الذي يخالف المألوف في كل مرة يورلنا مهارة ذهنية ومهارة كروية مهارة في التفكير ومهارة في التنفيذ فهوش وراح لفف وراجع لفف جسمه الملعة التانية ولعبها لمحمد طاهر عبقرية محمد طاهر كان لو أنه غير واثق في نفسه أو مش هادي أو مش رابط الجأش كان أول ما جاته رح شايد تعلى لكن طاهر الفنت اللي عمله طاهر خلص من المدافع وراح زائقها بتوجيه الجون الجون ده يا جماعة بيلخص قدرات لعبة الأهل وشخصيته الجون ده بيلخص فكرة الجدارة مش مسألة بلاس سعين بقى بلاس إزاي أربعة وخمس لعبة يوظفوا مهارتهم يوظفوا فكرهم يوظفوا خبرتهم يوظفوا ثقاتهم يحصل الهدف ده ده جرافيك للجون يعني طبعا هو جون ما كانش مدى ظاهر لجون ولا حاجة لكن خفطت في رجله وما خفطتش في رجله طبعا الجون صدناه وراحت لتاو تاو عمل التصرف العبقاري لا عمل التصرف اللي مش في دماغنا كلنا اه يعني انت في الجسمه يعني انت يعني انت عارف الكرة اللي ما جاتش لجون كنت هتلاقي نفسه ما شوتش ليه تاو لا هيشوت في العرضة أو في جسم الجون يعني التصرف اللي عمله ده تصرف ينوم على راجل لأ عنده مهارة وعنده خبرة وما عندهش تصرع وعنده ثقة والحقيقة أنا انبسط جدا لطهر محمد طهر كان محتاج الجون ده بقدر ما الاهلي كان محتاج هذا الجون الهدون يوم بقدر ما زلقه هذا انظر